اشتركوا في القناة نشرها موقع زاوية الالكتروني التابع لمؤسسة تومسون رويترز بالمبادرات العديدة التي اتخذتها مملكة البحرين لتنويع اقتصادها والتركيز بشكل اساس على تطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك في اشارة الى عدة تغيرات استهدفت تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيل ممارسة الاعمال لسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتعزيز المعاملات الالكترونية قال عضو مجلس ادارة شركة خدمات مطار البحرين باس نبيل كانو ان الشركة تخوض مفاوضات مع شركة طيران الخليج القابضة لتمديد عقد حقوق الامتياز كمشغل للخدمات الارضية بمطار البحرين الدولي البزمع افتتاحه في نهاية العام المقبل واضح كانو الذي يشغل ايضا رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة ان العقد الحالي تنتهي مدته في العام 2020 وان النقاشات مع طيران الخليج القابضة تتركز على آلية تمديد العقد لمدة 15 سنة مقبلة وصلت سوق الاسهم السعودية مكاسبها القوية للجلسة الثانية على التوالي اليوم ما دفع المؤشرة لاختراق مستويات جديدة للمرة الاولى منذ منتصف اغسطس 2015 هذه المكاسب تأتي مع ترقب ضم سوق السعودية لمؤشرة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والتي ستسهم في جذب مليارات الدولارات من السيولة الاجنبية بعد عام من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الارهاب لقطر تتكشف معالم الخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد القطري على وقع تراجع ودائع القطاع الخاص من سحاب الشركات والمستثمرين تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات منذ عزلة قطر بنحو 15% فيما بدأت المصرف القطرية سعيها للحصول على التمويل بترقيب باب الأسواق الخارجية ويشعر القطاع المصرفي القطري حاليا بحدة المقاطعة بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الايتماني للقطاع المصرفي تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الأجيلة اليوم مع تأثر السوق سلبا بارتفاع الانتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي وتوقعات بزيادة إمدادات دول أوبيك وهبط خامو برينت 34 سنة أو 0.4% إلى أكثر من 76 دولارا للبرميل منخفضا للجلسة الثانية ونزل خامو الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة 3 سنة إلى أكثر من 65 دولارا للبرميل الواحد حذرت الصين الولايات المتحدة من أن نتائج المفاوضات الجارية لتخفيف التوتر التجاري بينهما ستلغى إذا فرضت واشنطن عقوبات ورسوما جمركية على بكين وأفادت وكالة أنباء الصين في بيان أنه إذا تحركت واشنطن باتجاه فرض عقوبات فإن كل المنجزات الاقتصادية والتجارية التي تم التفاوض عليها بين الطرفين ستكون بحكم لاغية وأضاف البيان أن الصين ترغب في زيادة الوردات من كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة أخيراً عمقت العملات الرقمية من خسائرها خلال شهر مايو الماضي وارتفع إجمالي الخسائر الشهرية لتتجاوز 100 مليار دولار توازي ما يقارب من ربع قيمتها السوقية الإجمالية وبلغت جملة الخسائر السوقية منذ نهاية شهر أبريل الماضي وحتى تعاملات صباح السبت نحو 100 مليار دولار وكان نصيب بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية نحو 31 مليار دولار بنسبة بلغت أكثر من 31% من إجمالي خسائر العملات الرقمية عالمياً